سنبارح محمود أبو الرجال ويمكن الناس كتير عدت اللعبة محمود أبو الرجال من أفضل الحكام المساعدين في القرى الإفريقية ولسه لاجئ من كاس عالم أندية والحكم المساعد الدولي اللي معاه رخصة التقنية الفار وكان موجود في كاس عالم أندية مباراتين مباراة في الملعب ومباراة في غرفة التقنية فالقرار اللي خدوا مبارح لمساعدة حكم أمين عمر في مباراة المقاصة والأهلي ده مش قرار شجاع ده قرار فيه درجة الامتياز ان على مسافة اكتر من ستين يارضة يشوف اللعبة ويتدخل في القرار ويبلغ امينه عمر انه مش راكل الجزائر رغم ان القرار هنا المفروض لحكم الساحة مش للمساعد بس ده دوره انا اختلف معاك وعشان حكم مميز عارف انه يعمل دوره ما تبصش بقى الواحد تاني ما بيعرفش يعمل دوره وانشهلها لحكم ليه الملعب ده بيعمل دوره ده دوره ده دوره اللي هو عشان كده هو في الحتة دي ليه هرجع لك بالتسللات ما هو نفس المنطقة ده اللي الحكم بيجامل نص الملعب ويحكم لغاية الخط التاني بيفضل يقولك التسلل فين ورفع ايه وعمل ايه ولو جيت بقى بس عايز روح للدورة الانجليزي عشان اللي هم اللي بيعملوه هناك بقى عاملين مشاكل يعني بص الناس مختلفة في حتتين في تطبيق القانون الفار معايير التقنية مش صحيحة كده كويس وكيفية التطبيق كيفية التطبيق دي اللي من دور لدور يبتختلف وبيبدأ يقولك الخطوط العرضية والخطوط الطولية وتثبيت الكاميرات وقلنا مئة مرة زمان من قبل ما نطبق الفار في اي حتة ان الكاميرات بتاعتك لو مش محطوطة التقنية صح على خطوط الملعب ومقاسات الملعب بالزبط بالامطار مش هتطلع الخطوط النهار ده بيطلع لك بيستارز جزمة بس ده غلط مده غلط اه ومجلس الاتحاد الدولي بعت لهم قال لهم تحذير تطبيق التقنية مخالفة للمعايير هتتغير خلي بالك الموضوع ده هيتغير خالص وهم بدلوقتي عايزين نخرج فهم بقى بيركزوا في الخطوط من تاني في عدلة الكاميرات في شكل التقنيات كمان خلي بالك اكتر دوري شوفوا بقى دي بقى محمد اللي ايه بقولك شرر البلاد وما يطحن اكتر دوري في العالم في مشاكل في الفارد دوري الإنجليزي من اول مباراة بس ده طبيعي الحكام في انجلترا دايما اسوأ تحكيم في اوروبا التحكيم الانجليزي بص يا محمد ماشي ده جوز اخر كاس عالم ما كانش فيه والحاكم انجليزي كويس لكن 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 وفق البقى للدول الانجليزي وقوته والامكانيات المتاحة المسعب بتعمل غرفة فار واحدة لست مباراة ولا اربع مباراة مع بعض ازاي امكانيات يعني 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 انا شايف ان هم بيضعفوا اللعبة بالشكل ده لكن هتتطور الدنيا احسن وجهة نظر لو الفار اتطبق صح من اسس العدالة في كرة القدر بس اهم حاجة يتطبق بالشكل كده زي اللي شفنا في كاس العالم اللي هو بشكله طبيعي خالص الحلب بتاعته الوقف انما هنتفلسف كتير وترجع لي دي وتعملي بالملي متر يا حبيبي بالملي متر عرارة لو في خليف وتبدأ بقى تخش في الحتة دي هتفتح يعني بصراحة ببان واجتهادات صعبة جدا جدا طب الفار في مصرح هتطبق ولا مش هتطبق معلوماتك بقى في الملف ده معلوماتي اللجنة الخماسية خلي بالك انا عايز اشيط فيها عشان بتمسك بقرارات مهمة جدا بتحاول تعمل حاجات انا بنتقدهم كتير جدا لكن هم دي يحاولوا هم كانوا عاملين رؤية للفار وكانوا بيدوروا على مستثمرين ومعلنين ولكن لقوا التكلفة رهيبة تكلفة رهيبة جدا ده اللي خلاهم يعني يحاولوا يشوفوا حل هم عايزين يطبقوا لكن الامكانات ما بتساعدهمش ونفسهم يعني هم بيسعوا حاليا ان هم يجيبوا موارد يسيبوا حاجة تحسب لهم هم عايزين لما يمشوا في شهر تمانية او سبعة يقولوا احنا من ضمن انجازاتنا طب بارد تسعة في شهر تسعة بص محمد هي الانتخابات بعد توكيو انتخابات اه تبقى بعد توكيو تبقى في شهر تسعة هيبقى فيه احنا روحنا برضو الموضوع فرع بس همونم جدا هتبقى فيه في شهر خمسة او شهر ستة جامعية عموية غير عادية اللي هي العادية العادية اللي هم هيتجتمعوا فيها عشان يحطوا القواعد اللي هيتم عليها الانتخاب وثلاثة نادي. ده كلام نهائي. بص سجل علي. مية وثلاثة نادي. هما المفروض من خمسة وتسعين نادي لمية وخمسة. وانا بحزبت انا كده بقول لك هيبقوا مية وثلاثة نادي. ده كده قصوا في جمعان النص. ليه بقى? لان الجامعية العمومية وقعت على عقد مع اتحاد الكورة ومع اللاجنة الخماسية بيقول ان الفرق اللي مش هتعدي دول الاربعة وستين في كاس مصر مش هيبقى في الجامعية العمومية. ملو الصوت. الحاجة التانية انه لا يحق له الشكوى او اللجوء للتحالي الدولي او المحكام الرضية في نفس البند ماضي عليه. فانت ماضي ماضي. ده شروط مصابقة الكاس. انت ماضي ماضي شروط مصابقة الكاس. انت ماضي وموقع. واللي مش واخد باله من الكلام ده. ومدلوقت يا باشا افتح. شوف هتلاقي نفسك انت ماضي. هتلاقي جمعية هتبقى في شهر خمس او في شهر ستة. هيتم اعتماد الليحة. هيتم اعتماد موعد الانتخابات. انتخابات هتبقى في شهر تسعة. تمام. فكسب بقى اللي جمعية امتين اربعة وخمسين. والكلام ده طبعا كلهم افاضل مش هنفضل نقول بقى اولا الكلام اللي بيترغي فيه. اصده بيجتمعوا هنا. اصده بيقول كزا. اصده كباب. اصده كفت. اصده جنبري من نجدعوا بالكلام ده خالص. هدعوا دي اولى خطوات. اولى خطوات. اولى خطوات. اصلاح والتعديل. لان كلنا كنا بنانتقد نقول ليه يا جماعة مية اربعة. ميتين اربعة وخمسين نادي. وليه كل ده. وهم 18 نادي في الممتاز. وكان واحد بيشارك في الكاس والامور. طب طالما فتحت الموضوع المهم ده. بما ان المجلس السابق فيه ناس منهم تمت التمن سنوات. تقدر تترشح في الانتخابات الجاية ولا هيتم تعديل البند من تماني الاثناشر. تقدر. لان هيتواكب مع بند الاتحاد الدولي. والعمل بمبدأ الاثناشر سنة. انت خدمت في الاتحاد قد ايه. متقطعين بقى كاملين مش كاملين. اتناشر سنة. يعني هتغير البند من تمانية الاثناشر. اه. ده ده المقترح الاقرب حتى الان. طيب. الاثناشر ده هتطبق ازاي. من اني تاريخ. دي برضو نقطة تاني. اه. من تاريخ اعتماد المعية. ولا. ولا من تاريخ اخر دورة. ولا من تاريخ اخر دورتين. اخر دورتين. ولا من تاريخ ايه. اه. فدي واضحة. طيب. بند اسطبوسة نعايز اقول لك حاجة. البنود دي كلها مطاطة بمعنى. اصلح تفرق في نزول اشخاص وعدم نزول اشخاص. اه. بس انا اقول لك حاجة محمد. البنود دي كلها مطاطة بمعنى. ان كل اتحاد طالما قلنا. ان الجامعية العمومية هي صاحبة الحق الاصيل في تعديل. بالزبط. وتغيير اللوايح يبقى بالتالي. لو نهاردة بند التمن سنين عايز تشيله هتعمل الجامعية العمومية تشيله. ده حقيقي. يعني ايه? عايز تزبط هتزبط. عايز اه تزبط معيارك تزبط. امر اختياري. فبقى امر اختياري. وفقا لمن يدير. اه. مع الجامعية العمومية. ده حقيقي. بس. فاحنا بداية تقليص الجامعية العمومية دي. اعتقد دي هتبقى تفرق. بداية موفقة. وبداية موفقة. والانتخابات الجاية هتشوف فيها وجوه جديدة جدا. كمان في بند مهمة محمد. اه. لو تم. وغالبا هيتم. شروط التقدم على مقعد عدو اتحاد الكورة. مش شروط اساسية معروفة في كل الانتخابات ولا هيبقى في شروط. هي طبعا كان بيلزمك الاول لازم تبقى عدو مجزة قارة نادي لعب تماريسة الكلام ده مش هيبقى موجود. شرط القاعدة هتفتح شوي. او الممارسة. لان انت النهاردة لما تيجي النهاردة تدور على حد يكون ليه في التسويق. لازم مسلا عايز تجيب حد. ده ملعبش مسلا كورة. بس هو شطر بحية التسويق. ما يدخلش للتحاد ليه? يعني ما كانش العضو نادي قبل كده ولا عضو التحاد. دي بيدرسوها دلوقتي. ودي ممكن تبقى مفاجئة. بس انت عتبتح فتحة كبيرة. ما هو فتحة كبيرة برضو المين? ما هو اللي بيشتغل في التسويق باي منظومة اي منطلق. ينزل. ايه المسمى الوظيفة انه يشتغل التسويق? مش تسويق بس انا بدي لك مثال مسلا. اه هما لما قعدوا. قالك احنا ليه بنحرم الناس اللي ممكن يكون ليها. مسلا واحد في التخطيط واحد في التسويق واحد في الادارة. دكتور في الادارة وناجح وبيعرف يدير وبتاعه ويحط الناها هيكل ويعمل. ليه الناس دي تبقى بعيدة زي ما العالم كله بيشتغل. ما العالم كله بيعندوش الحتة دي. والشرود دي ما تبقاش قسية عنده. فيه وفيه. يعني يعني انت 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 مسلا ما جبتها من بلاتر الانفنتين ولا الناس دي لعبت. كان شغال في الاتحاد الاوروبي مع يوهانسن اه مع قبل يوهانسن كمان وكان شغال في الاتحاد دولي. وكان شغال في اتحاد السلة. وكان شغال اوكي. كويس. بس اصد اصد كليء. يبقى هنا ليه في عندي. اداري. اه. يبقى هنا انت بتقول الكوادر الاداري. طبعا. زي ما بقولك لما انت بدور على كادر التسويق والادارة. كذلك نفس القصة. انت بتحاول تعمل ده. لو ده تطبق. هتدي فرص لكوادر تخش. هتدي فرص. لان في كوادر محترم على معك في ده. كويس. وانت ما بتقسرهاش على مجموعة معينة بقى اللي لعب واللي مارس. ونفس الدائرة في نفس الاشكال. اللي بندور في فلكها. فانت كده هتطلع نفسك وضعا قصد. من الدائرة الصغارة دي تروح للدائرة الكبيرة. تروح للدائرة الكبيرة. عشان همتوقف في الاخر. ايه اعضاء الجمعية العمومية اللي هيختار. المية وتلاتة. اللي هيبقوا ساعتها في شهر خمسة او في شهر ست. هم دول بقى لا هيقولوا ايه. مين يروح ومين يجي.